السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميع التروس للمحالات الجامبو للإنباكت الحل مشكلة السلق مع محالات الجامبو نقول بسم الله ونبدأ طبعا بعد انتشار السلق صار البعض يواجه مشكلة خصوصا مع عيار الستة وعيار السبعة واذا ماني بغلطان كذلك مع عيار الخمسة المشكلة هي بالمحالات الجامبو المثل هذه طبعا تنشب الرصاصة تجي الرصاصة على جنب أو تعترض وتنشب ولازم انك تطلعها خصوصا مع عيار السبعة بنشوف مثال لها قبل ان نشرح وش الفروقات ومالفروقات مثلا هذي رصاصة الستة هذي لان نشغل لاشي نشوف لاحظوا كيف تتحرك شوفوا كيف تميل طبعا اكثر من حبة تنشب هنا خصوصا عند الشسمة المخرج حق الطلقات هذي الخمسة وعشرين لاحظوا ما تتحرك ما انا بغنطيب في الفيديو طبعا هذا انا طلبته من موقع وراح ان شاء الله حط لكم الموقع بإذن الله في الوصف هو طبعا مصمم بطابعة ثلاثية هذا حل شبه جذري للمشكلة اعتراض الرصاص او طيحته او دخوله بشكل ما هو مستقيم المصمم طبعا ما جاب شي يعني جديد الا حاجة واحدة فقط وهي الذكية في موضوع الحفاظ على استقامة السلك اللي هي مسألة القطر لما نيجي هنا مثلا خلنا اخذ الخمسة وعشرين هذا الخمسة وعشرين مثلا القطر لاحظوا ستين واربعين جميل نيجي هنا ناخذ الخمسة وعشرين هذا ستين واربعين وهذا لاحظوا ثلاثة وستين زاد تقريبا ثلاثة ايش اللي صار اللي صار بارك الله فيكم ان الرصاص صار قريب من من الطرف لو تلاحظون الرصاص هنا مثلا لاحظوا فيه فراغ فيه فراغ يعني الفراغ كبير بين الترس وبين الحافة عكس هنا الرصاص الفراغ اقل لاحظوا تمسك على طول تصير حاكة في الطرف من هنا وحاكة في الطرف من هنا يعني ماسكة صح وهذا هو اللي يخلي الرصاص ما يميل ولا يدخل يعني بشكل غير مستقيم الفكرة ذكية للامانة وحلت مشكلة الرصاص السلك لان مشكلة تواجه السلك فحبيت افيدكم فيها طريقة تركيبها طبعا سبقوني كثير من الاخوان في موضوع تركيب الامباكت الامباكت حلوة تركيب الامباكت انفك كل شسبنا حط يدنا على القرص نفسه ونبدأ نفك مع كذلك مسك الصامورة بالاسفل لاجل لاطيح وبالشكل هذا زي ما تشوفون هذه هذه الرمان والسبرينج نطلع هذه وراح يكون عندنا الشريط الشريط فيه طرف زي ما تشوفون فيه طرف جاي بالشكل هذا وهذا هو اللي يكون بالاسفل وفيه طرف جاي بالاعلى وفيه طرف مثل ما تشوفون هذا اللي يبلى هذا اللي هو الاسفل نجي بعد ما نركب مثلا هذه كم هذا الخمسة وعشرين هذا الخمسة وعشرين بركب عليها بركب عليها الخمسة وعشرين هذا نجي نحط الخمسة ونجي ونحط طبعا هنا فيه فتحة لاحبوا وين فيه خط واضح الخط هذا نجيب السبرينك طرف السيم هذا اللي بارز نحطه بالشكل هذا زي ما تشوفون نأتي الآن ونضع هذه نفسها القطعة الكبيرة نضعها على نفس هذا لأننا بنأخذها دورة كاملة فنحطها بالشكل هذا بالشكل هذا بعدين نأخذها دورة كاملة ونبدأ نرفعها شوي شوي لأجلاء يطلع الشريط المكانة خلاص بالشكل هذا الآن نجيب الآن نرجع السبرينك نرجع السبرينك الآخر ونضع الرمانة الأولى ونضع الرمانة الثانية ونمسك المسماء للصامولة من تحت لأجل لا توقع ونأخذ القطعة ونركبها زينة تشوفه خلاص ضعدي ولو بغيت تخفف من الضغط تقدر تغير في الوزن عندك أربع أماكن الوزن السبرينك حبيت تفيدكم بالموضوع هذا وإن شاء الله تستفيدون بالذات للي يرمون شلق الله يضفقنا ويعطن ما يحب ويرضا